الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب الأعزاء طلاب شركة آفاك التعليمية أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية في الوحدة السادسة التي هي بعنوان الثورة المعلوماتية وعنوان نصنا حصيلة الثورة المعلوماتية وهو من نصوص التحليل الأدبي وهذا النص يختلف عن النصوص التي درسناها سابقا في أنه نص نثري أي ليس مكوّن من أبيات لها قافية محددة وإنما هو نص نثري عبارة عن سطور يختلف عن الأبياء أو القصائد التي درسناها سابقا بداية تعالوا نتعرف على كاتب النص وهو وائل كشك وائل موسى كشك باحث ولد في رومالة بفلسطين عام 1963 حص على أجهات البكالوريوس والماجستير في الرياضيات وأساليب تدريسيا يعمل محاضرا بكلية التربية بجامعة بيرزيد بفلسطين وله خبرة في مجال إنتاج مواد التعلم الذاتي وله مشاركات في وضع الخطوط العريضة لمناهج التعليم فلسطين أي أنه شارك في وضع المناهج التعليم فلسطين وهم مهتمين بالأدب القصي يبقى وائل موسى كشك باحث فلسطيني النص حصيلة الثورة المعلوماتية مكون من فقرات كل فقرة من هذه الفقرات تتحدث عن فكرة معينة تعالوا نقرأ سويا ونقف عند كل فقرة ونرى ماذا تضيف إلينا يقول الكاتب هل يكفي الحديث بانبهار وإعجاب عن الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات ودورها في تطور المجتمعات وما أضافته من كم معرفي وضعته في متناول أي إنسان دون أن تتكلم عن تقلص الزكاء بسبب تعود الزهن على الكسل العقلي وحيث لكل سؤال جواب هل يكفي أن نتحدث عن فضاء الإنترنت وسرعة الاتصال دون أن نتحدث عن غياب العلاقات وتحول الكلام إلى صمت واللغة إلى إشارة والتخاطب إلى شفرة من البدايهي حدوث اتصال ذهني من خلال الشبكات الإلكترونية ولكن هذا النوع من التواصل سيعزل الوجدان غالبا في هذه الفكرة نرى أن الكاتب يتحدث عن أن العلم حقائق مرتبطة بالمشاعر نعم الإنترنت له فوائل عظيمة ولكن قضى على هذه النقطة أو يكاد يقضي على هذه النقطة لنقطة المشاعر والأحاسيس فاللغة أصبحت إشارة والتخاطب تحول إلى شفرة وإن عزلت اللغة أو تجردت اللغة من المشاعر والأحاسيس الإنسان يتكلم معك في بلد آخر لا تفهم ما يدور بخاطره أو ما يدور بعقله أو مشاعره من حزن أو فرح أو غير ذلك ولكن تصل إليك تصل إليك اللغة مغردة من هذه المشاعر عبارة عن حروف وكلمات ليس فيها أي إحساس ولا مشاعر ولا تصف لك حالة المتحدث معك يبقى الفكرة الأولى تنبهنا أن العلم حقائق مرتبطة بالمشاعر وليست كلمات مجردة ليست كلمات مجردة وطبعاً يتكلم الكاتب عن تقلص الذكاء بسبب تعود الذهن على الكسر العقلي طبعاً الإنسان لو ما قرأ كثيراً واتطلع كثيراً ستقل عنده كمية المعلومات أو لن يحصل على معلومات كثيرة العقل مثل الإنسان أو مثل الأداء إذا تجاهلته وتركت استخدامه ستقل فائدته أو ستقل حصيلته الفكرة الثانية عندما تخرج الكلمة من الحاسوب والصورة من التلفاز فإن الإنسان يستقبلها بدون تفكر أو تأمل أو تذكر ويتحول بذلك إلى مستهلك صور أو مستقبل كلمات مجرد من أي معنى إنساني عندما تفقد الكلمات في عصر السرعة معانيها وتصبح اللغة في غياب الثقافة مجرد آداء لتكنولوجيا الاتصال ما شكل معارفنا حيث أصبح حتى المثقف ملولاً يطالع بداية ما يقرأ ثم يمارس التزلج بنظراته على الحروف أي في هذه الفكرة يتحدث الكاتب أن الإنسان يصبح مستقبل يستقبل المعلومة بدون التفكير فيها أو التأكد من صحتها حتى الإنسان المثقف اللي هو عنده دراية وعنده معلومات أصبح ملولاً في عصر الإنترنت أصبح ملولاً يعني يمل الكراءة تجدها يمسك الكتاب بيدي ينظر إلى الفهرس أو إلى المعلومات الرئيسية ونظر عامة على الفكرة الرئيسة دون كراءة الكتاب بتمعن أو نقضه أو إبداء رأيه فيه هذا هو الإنسان المثقف فما بالنا بالإنسان العادي فالذكاء يتقلس بسبب تعود الزهن على الكسل وعدم البحث عن المعلومة والبحث في أكثر من كتاب والتأكد من الرأي والرأي الآخر وغير ذلك عندما تبدأ الأشجار بالشحوب عندما تتأوه الطبيعة اختناقاً وتعتصر ألماً ونسمعها تشكو إنسان يستمر في ضربها بصياطه كيف نبني مفهوماً للعلم يكون أكثر رحمة بالطبيعة هذه ليست دعوة لإلغاء العلم بل دعوة إلى تغيير النظر إلى العلم من رؤيته كأفكار جافة ومجرد إلى رؤيته قحقائق لها خلفية قوية من عواطف الإنسان ومشاعره وثقافته وثقافته الواسعة التي تجعل صاحبها قادراً على الارتقاء ليس بعقله فحسب بل بروحه ونفسه فيستعيد وجدانه في الإدراك والفهم إنها دعوة إلى تغيير النظرة مما يعطينا العلم وينفعنا به في الإطار الفردي الضيق إلى الإطار الإنساني الواسع في هذه الفكرة الثالثة يتحدث الكاتب أن الثقافة الواسعة تجعل صاحبها قادراً على الارتقاء بروحه أي أن الإنسان الذي عنده معلومات ومعارف يستطيع أن يرتقي بنفسه تقليل الفكرة الرابعة إنها دعوة إلى الكفاح في طريق بناء فكر غير استهلاكي فكر لا يجتر أفكار الآخرين فكر حي ناقد معصيل ولهذه الغاية يجب أن يقترب الفكر من الذات حتى يحيى الإنسان فينا ومن أجل ذلك يجب أن يكون الفكر ضارباً بجذوره في التربية المحلية الحية وأن تنبثق المعرفة من فضاءات الواقع وأن نعزز الثقة بالنفس وأن نرسخ العلاقة بين الذات والمجتمع والطبيعة وأن نطيح الفرصة للفرد للتفاعل مع الماضي والحاضر وممكنات المستقبل إنها دعوة إلى بناء ثقافة عالمية بما تمثله من انفتاح على الثقافات الأخرى من العالم مع الاحتفاظ بالهوي لا إلى ثقافة معولمة من حيث هي نفي الآخر إنها دعوة إلى ثقافة عالمية من حيث هي تلاقح للخصيات من أجل الارتفاع إلى ما هو كوني وعالمي لا إلى ثقافة عالمية من حيث اختراق وسلب الخصوصيات إنها دعوة إلى ثقافة توسع التأمل في الغايات إلى أبعد حيث وتساهم ذاتيا في تحديد هذه الغايات مع الآخرين ومع الطبيعة ومع جميع الممكنات المستقبلية من خلال انفتاح الأفكار وليس من خلال استراضها فقط فالفكرة الرابعة هي تصحيح لبعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية حيث أن الكاتب يجد أن الكلمة أصبحت ليس لها معنى وأصبحت مجرد من المشاعر والأحاسيس وتحول الكلام لا صمت واللغة إلى إشارة والتخاطب إلى شفرة واللغة أصبحت آداة لتكنولوجيا الاتصال فقط وهذا لا يتعارض مع كون الأغذى من الحضارات الغربية أو التعاون من الإنترنت نوع نرقي ولكن يجب أن لا نجتر على فكرنا وعلى هويتنا تعالوا بنا إلى الأسئلة وشارك مجموعاتي ثم أضع إشارة صح عن يسار اختيارنا مما يلي في هذا النص هل يجيد الكاتب بالثورة المعلوماتية وبكل ما يتعلق بها هل يرفض الكاتب الثورة المعلوماتية على الإطلاق هل يدعو الكاتب إلى تصحيح بعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية نعم يدعو الكاتب إلى تصحيح بعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية هي ليست مسألة رفض تماما ولكن تصحية ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه أفكار جافة ومجردة أم ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه حقائق مرتبطة بالمشاعر أم ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه وسيرة انتفاع ذاتي نعم ينظر الكاتب إجابة ثانية ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه حقائق مرتبطة بالمشاعر بعض المصطلحات الإحساس الداخلي الذي يرد على القلب بدون تكلف هو الوجدان يبقى الوجدان هو الإحساس الداخلي الذي يرد على القلب بدون تكلف أما الرمز الخاص الذي يتطفق على معناه طرفان ويتسم بالخصوصية والسرية هو الشفرة الشفرة رمز خاص والشفرة الشفرة رمز خاص يتطفق على معناه طرفان ويتسم بالخصوصية والسرية الشبكة المعلوماتية أو الشبكة العالمية التي تربط ملايين الحواسب عن طريق الشبكة الهاتفية أو الأقمار الصناعية فهي الشبكة المعلوماتية أي الشبكة المعلوماتية شبكة عالمية تربط ملايين الحواسب عن طريق الشبكة الهاتفية أو الأقمار الصناعية معارض الطحف الفنية أو الأثرية ذات القيمة هي المتاحف أما علم معالجة المعلومات بواسطة الحاسب الآلي هو المعلوماتي المعلوماتية علم معالجة المعلومات بواسطة الحاسب الآلي فالثقافة تعريفها هي علوم ومعارف وفنون يطلب الحظ فيها أي التطقيق فيها أما الهوية هي الانتماء إلى عقيدة أو وطن أو نحو ذلك إيجاد العلاقة بين عناصر كل مجموعة مما يلي وبيان نوع العلاقة من حيث الإيجاب والسلب مع إيجاد تبرير الكاتب ورأي المجموعة العلاقة بين الثورة المعلوماتية والاتصالية وسهولة تناول كم معرفي كبير العلاقة أن الثورة المعلوماتية والاتصالية سبب سهولة تناول كم معرفي كبير الإنسان يحصل على المعلومات بسهولة فيستطيع إنسان عادي أن يحصل على كمية كبيرة من المعلومات بسهولة فهذه علاقة إيجابية تبرير الكاتب أنها أمر واضح يتحدث الناس عنه بانبهار وإعجاب وحصول على المعلومات بسهولة رأي المجموعة مطروك للطالب طالب يقول رأيه بنفسي ممكن أن نتعارض مع الكاتب استقبال الكاتب استقبال الكلمات والصور من الحاسوب والتلفاز وفقد معاني الصور والكلمات العلاقة بينهما أن استقبال الكلمات والصور من الحاسوب والتلفاز سبب في فقد معانيها الإنسان يستقبلها مجرده وهذه علاقة سلبية تبريء الكاتب أي أن هذه العلاقة مجرده من أي اتصال عاطفي أتعاون ومجموعتي بعد الكراءة من قول الكاتب عندما تبدأ الأشجار في الشحوب إلى قوله الإنساني الواسع علاقة هذا الجزء من النص بما قبله أن الثورة المعلوماتية والاتصالية نتاج العلم العلم والذي اخترع هذه أو ابتكر هذه الوسائل التكنولوجية الضخمة هذه الوسائل هي نتاج العلم التي أدرت بالإنسان وبالطبيعة وبالنظرة إليه نظرة نفعية ضيقة ننظر إلى هذه الأفكار من حيث إيجابيتها أو سلبيته العلم حقائق لا خلفية قوية من العاطف هذه الفكرة فكرة إيجابية والمسير فيها أنها تنبه الإنسان إلى أن العلم لخدمة الإنسان والخدمة الطبيعة التي ينبغي أن يحسبها عندما ينتفع بالعلم وأن يبتعد عن الأنانية البغيضة الفكرة الثانية النظرة الحالية للعلم النظرة نفعية محدودة هي فكرة سلبية والمسير فيها أنها قد تدفع أصحاب تلك النظرة إلى التراجع عنها وقد تدفع غيرهم إلى الابتعاد عنها وإن كانت قد يؤخذ عليها التعميم القيمة التي تدمنها الفكرة الأولى هي الرحمة بالطبيعة والإنسان ضع إشارة صح عندما له صلة بالنص من الأفكار وترك ما ليس له به صلة يتقلص الذكاء بسبب تعود الذهن على الكسر العقلي نعم هذا ورد في الفكرة الأولى في النص الزهن أو الذكاء يتقلص بسبب تعود الذهن على الكسر العقلي النقطة الثانية ينبغي أن تكون العلاقة بين الكائب والمتلقي علاقة حميمة هذه الفكرة لم ترد في النص الثقافة الواسعة تجعل صاحبة قادرة على الارتقاء بروحي نعم الثقافة الواسعة تجعل صاحبة قادرة على الارتقاء بروحي فالإنسان الذي لديه معلومات ومعارف يستطيع أن يرتقي بنفسه وهذه وردت في الفكرة الثالثة الرياضة البدنية عبارة عن نشاط جسمي وعقلي ونفسي هذه الفكرة لم ترد في النص وكذا شباب نكون وصلنا إلى نهاية الدرس نسأل الله أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته